نشوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مطلب من جوزي حاجة ليا أو لأيالي يقول حاضر ويكبر دماغه وأي حاجة تخصه وهو وأهله فلوسها جاهزة أنا تعبانة نفسيا ومش عارفة أعمل إيه وبيعرض على أخوه ييجي ياخد فلوس أنا مش عارفة ليه كده أنا كويسة مع أهله وهم بيحبوني هي بتقول إيه أظن إن هي عايزة تقول لنا إن إحنا مش أولوية من أولويات حياته طبعا إن هي تحس إن هي مش أولوية من أولويات حياته ده إحساس مش إيجابي ولو كان الإحساس ده جاي من حقيقة يعني إذا كان فعلا الزوج ما بيخليش أهلهم أولوية لكن إيه اللي حاصل؟ يؤخرهم يؤخرهم ما تحملهم يؤخرهم مع إمكانية إنهم يعيشوا حياة مستقرة أهم حاجة لازم نحرف إن من الأولويات عند الاحتياج وعند ضيق الحال هم الأهل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كمان قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول إنه يضيع الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أوكله إنه هو يعمل إيه؟ يحافظ عليهم ولذلك لازم نفهم ده كويس أولي اللي بيحصل من زوج حضرتك ده لو كان نوع من أنواع العقاب ليكي أو للأولاد إن أنتم ما بتقدروهوش وما بتحترموش فده حرام ما ينفعش الواحد يعاقب حد بإنه هو يأثر في حقه نحو ده حقكم حقكم إنه هو يرعاكم ويحافظ عليكم فكرة آه عدم التأدير وعدم المتنان إنه هو ممكن يحس بيها إنه هو يحس إنه في حد مش حاسس بي في حد مش حاسس إنه هو لابد إنه هو يمتن له له على بقدر ما يبزل وإن اللي فضله أهله لإنه هم دولا مش هيتغيروا موجودين في البطاقة موجود أسماءهم موجودة مختلطة بإسمه ما أولاده نفس الحكاية ما أولاده كذلك أسماءهم متأهم أم المتداد بتاعه فليس هناك مبرر إنه هو يأثر مع حضرتك ومع أولاده لكن أنا برضو بخاف وأنا بجاوب على مثل هذه الأسئلة إن الزوجة تكون خلطة ما بين الواقع والمشاعر يعني إيه الواقع والمشاعر يكون زوجها بيحاول يوازن ما بين أهله وما بين البيت والبيت ماشي لكن هي عايزة البيت يبقى زي ما هي بتحلم وهم كفيهم لكن هي مش عايزة أي مليم إلا يكون لأهل البيت ده بس ما فيش بيء ما فيش مليم يروح لصدقة الأقارب في حيث ما صدقة الأقارب الصدقة اللي بيبذلها الشخص لأقاربه وخاصة من أقاربه أصحاب الدرجة الأولى فبتبقى صدقة وبتبقى كمان صدقة لها ثوبان ثوب الصدقة وثوب القرابة فإذا كان دوت فأنا بنصح حضرتك بقى مش بنصح هو أن أنت تكون عوناً له على نفسي مش عوناً للشيطان عليه فإذا كان هو زي ما بيقوله كده مش مأثر والحمد لله الخير يكفي دوته فحضرتك ما تعمليش إيه ما تمنعوش أبداً من أنه هو يعمل الخير وخاصة في أهله لأن الخير اللي بيعمله في أهله مش هقولك بس يعود في أولادك لا ده بيربي أولادك بيربي أولادك ويعلمهم أنهم طيبين يعلمهم أن حياتهم فيها ركائز أن حياتهم ما تبقاش مهتزة ولا يبقى هما ناس تفهين ولا حاسين أنهم ما لهم زي جزور اهتمام أي حد بيبر الوالدين أو بصلة الأرحام بيخلي أولاده يتربوا على أنهم ليهم جزور ويتربوا أنهم مش يتسولوا أن يندرجوا أو ينتموا لأي أسرة أخرى في هذا الترابط وده بيحصل كتير الأولاد لما بيلقوا أسرتهم ما فيهاش معنى الترابط ده والتماسك بيروحوا يدوروا على أي أسرة ينتموا إليها لدرجة أنه نراصد مثلا في الإرشاد الزواجي أن كتير من الزوجات اللي بيبقى عندهم مشاكل في تنشئتهم فيما يتعلق باكتمال الأسرة يعني الأسرة ما كانتش مكتملة لأي علا من العلل سواء علا كان سببها الزوجين أو علا تتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى بأن مثلا والدها توفي وهي عندها سنتين ثلاثة أو حاجة زي كتا بيحصل إيه؟ بيعانوا بشدة أنهما عايزين يدخلوا أسرة مثلا زوجها عايزة تدخل أسرة زوجها فتبقى بنت حمتها فهي بتبقى مقبلة على ده بس هي عندها هذا الشخص فتجي تتعامل مع حمتها أنت إزاي ما عملتينيش بنتك ده أنا كنتي بتمنى أني أنا تبقى بنتك أه بس على ذكرة هي مش مضطرة أن هي تتعامل معاك بهذا التعامل هي تتعامل معاك بالحسنة لكن هي تتعامل معاك على أنك بنتها فيعارفة كل اللي عارفته عن بنتها طول ما تربيتها مش بالضرورة احنا ممكن على فكرة مش ايها اللي إما تتعامل معاها على أنها بنتك أو لأ لا مش صح ليه طيب؟ لأن في أسباب كثيرة بتخلي الناس نتعامل ويفضل كل واحد فيهم سهل وهين ولين وطيب إيه المسمى اللي هنحطه مش مهم المسمى لكن أهم حاجة القيم والأخلاق اللي بتجمعنا طيب أنا بقول لك يا حديد كده ليه؟ بقول لحديدك لأن أنا عايزك تفكري شوية هو أنت خلطتي ما بين مشاعرك وما بين الواقع اللي حصل ولا لا يبقى إذا كان جوزك كان بيفرط وكان بيأثر في حقكم وكان بيعرضكم للخطر أو ده تضيع من يعول وده حرام اتفاق يبقى إيه اللي حصل؟ وإذا كان لا زوجك الحمد لله راجل معتدل وبيحاول يحافظ هنا وهنا فكون يعاون الله يزداد حبا لك مش العكس مش إن هو ده زوجي يبقى ملكي وما عندوش أي صدات تانية ولا علاقات تانية هو بتاعي أنا وبس بتاعي أنا وأولادي وبس لا الشرع الشريف ما بيأسش إن الرجل ملكي للمرأة ولا المرأة ملكي للرجل